السلام عليكم متابعيننا في كل مكان النهاردة الوصفة مميزة جدا تجهزات رمضان ومش لرمضان بس لاي وقت الزبادي على اصوله ومش بس كده كمان لاو هنعمل بالزبادي كمان زبادو هنعمله بالخوخ خلينا نبدأ ان شاء الله المقادير والوصفة واقولك على استرار الزبادي الزيت وطلعيه كريمي بالشكل اللي حضرت كده شايفاه اول حاجة بجيب عندي اثنين لتر لبن جاموسي ياريت يكون كامل الدسم ياريت يعني يكون جامعة من عند لبان وبنبدأ اللي احنا نغليه لازم نغليه كويس جدا على النار بعد ما نغليه كويس بقوم جايب حلة كبيرة او وعاء كبير وبحط فيها بولة او بسيمة تكون الملمس بتاحها لبسها المياه نفسها مياه ساقعة وبقوم حطت عندي الحليب دههوة السخن بنقوم حطينه عشان نعمل حمام مائي له عشان ادف فيه معايا مش عايز الحليب يبقى ساخن ده مهم جدا جماعة بنسخن الحليب وبعد كده بنبدأ اللي احنا نعمله بسطرة اللي احنا بنهديه شوي بعد كده بنقوم جايبين عندي البولات فخار زي اللي قدام حضرتك دهية وبصراحة انا بعشاء الزبادي في الفخار او كساد زي اللي قدامك دهية او بولات بجيب عندي مرباط بقى بانواعها يفضل يا جماعة المرباط افضل تين فراولة مش مش وبجيب عندي بحطه عندي في الكساد دهية طبعا اللي عايز يعمل سادة بيعمل انا جاب تلات انواع مرباط باشتغل بيهم فراولة ومش مش وتين باملى البولات وباملى الكساد زي ما حضرتك كده شايفة قدامك بجيب عندي الحليب بعد ما حضرتك شفت كده خلاص بدأ يبرد معايا وده اهم حاجة يبقى فاتر ده اهم حاجة في الموضوع ولازم اعمل العملية ديت بابدأ ارغي بطلع منه رغاوي الايه القشطة متاعته على فكرة تعرف اللبن متاعك حلوة اللي لأ من ايه او كامل الدسم من الرغاوي اللي قدام حضرتك ديت دي تخلي بالك منها اي رحلة تجي بيت اللي بيت تلاقي في رغاوي تعرف اللي هو كامل الدسم وزي الفل بجيب عندي علبة زبادي اللي هي الربع كيلو وبجيب عندي خلاط وبحط علبة الزبادي الربع كيلو دي على اتنين لتر هي اعتقد متين وعشرين جرام يعني وبحط معلقة سكر كمان في الخلاط معلقة السكر دي مهمة جدا جدا معلقة سكر صغيرة ده بيساعد على عملية التخميل اكتر بعد ما ضربتها في الخلاط عندي بابدأ اللي انا اخدها وحطها احط الكمية كلها على الحليب اللي عندي وقلب بسرعة وبعد ما قلب بابدأ اخد عندي الوش او كفشة ونبدأ اللي احنا نملة زي محررتك كده شايفة كل الكلام بقى وكل الكسات وكل الفخار اللي عندي اللي عايز اشتغل سادة بيشتغل واللي عايز اشتغل بمرباط بيشتغل الكوبات ديت هعملها سادة هاملة نصها بس مش كتير عشان ما يبقى الصيز بجيب عندي الفرن بتاعي بحط فيه مياه سخنة وبعد كده بقوم حاطت فيه ده حمام مائي خلي بالك ما يبقاش سخنة قوي تمام هو يدوبك حاجة بسيطة اربع ساعات يا جماعة وبعد اربع ساعات بقوم واخدها وقوم حاطة في التلاجة اربع ساعات في الفرن بعد ما توقع في التلاجة بتطلع عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاها ساعتين اتنين كده في التلاجة وبيطلع عندك الزبادي بالشكل اللي حضرتك كده شايفاها بمنتهى سهولة طعم ولا في الخيال بجد فيش موضة حافظة فيه ما فيش اي حاجة فيه بص الشكل واللون الكريم عامل ازاي خلصنا كده لا لسه ما خلصناش لسه بقى نجيب الخوخ يعني ناخد شوية الزبادي دول ونعمل منهم احلى زبدو خوخ في الدنيا هجيب عندي شوية خوخ كده حلوين الموسم متاعه بدأ يظهر جميل جدا اللي عايز يحط معلقة عصل ابيض يضيف لو ما فيش معلقة عصل ابيض ممكن يضيف معلقتين سكر بص الزبادي عامل ازاي بقال في الكبات يعيني ما شاء الله هنبدأ ناخده ونحطه في الخلاط مع الزبادي وزي ما اتفقنا ممكن معلقتين عصل ابيض او معلقتين سكر ونضرب الكلام ده كله ونبدأ نصب عندنا في الكسات بعد ما نضربه في الخلاط كويس جدا ويرعمل عندي الكاس اهوات بص القوامة او عامل ازاي ما شاء الله بالفة هنا وشفا اتمنى ان شاء الله الوصفة اتنول اعجابكم احلى زبادي في الدنيا ان شاء الله تجربوا الرمضان سلام عليكم